في تركيا ماذا يقولون عن هذه الزيارة ماذا يتوقعون منها نعم لا شك استاذ عمر يعني موضوع زيارة الرئيس المسلع بالفتاح السيسي إلى تركيا يعني هي أولا رد على زيارة الرئيس التركي رجل طيب أردوغان إلى القاهرة في الرابع عشر من فباير الماضي بالتالي يعني الجانب التركي يريد من هذه الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية أولا أيضا موضوع الاتقاء بهذه العلاقات ثانيا تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيارة حجم التبادل أو حجم التجارة بين البلدين إلى خمسة عشر مليار دولار خلال خمس سنوات طبعا حتى الآن يعني حتى نكون واضحين لاوجد بيان رسمي تركي بموعد الزيارة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة لكن وسائل إعلام تركية مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم كانت تحدثت عن أن الزيارة ستكون في الرابع من سبتمبر أي بعد يومين من الآن لكن كما ذكرت يعني هي مجرد تقارير أو هي تقارير يعني من مصادر تركية مرموقة ولوسائل إعلام تركية مقربة من الحزب الحاكم بالتالي نتوقع يعني في حال كانت الزيارة في الرابع من سبتمبر أن يكون يوم غد يوم الثلاثاء الثالث من سبتمبر هو الإعلان عن هذه الزيارة كما ذكرت حضرتك أستاذ عمر يعني الرئيس المصري سيأتي إلى أنقرة برفقة وفد كبير يضم مزراء وكبار المسؤولين وعدد كبير من رجال الأعمال سيترأس هو والرئيس التركي اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى أو رفيع المستوى الذي سينعقد في أنقرة على هامش الزيارة طبعا هذا المجلس سينعقد للمرة الأولى على طريق اتخاذ بعض الخطوات وتوقيع الوثائق وتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارة التنائية وأيضا التعاون في مجالات مثل السياحة والنقل والطاقة والصناعة الدفاعية كل هذه الموضوع يعني هذه الترتيبات لا شك أن وزير الخارجية التركي حكم في دان ناقشها مع المسؤولين المصريين ومع الرئيس السيسي عندما زار مصر في مطلع أو بداية أغسطس الماضي أيضا ربما أن من ضمن المباحثات حسب ما ذكر المصادر التركية أن العمل مستمر في عدة قضايا منها توسير طاقة التجارة الحرة بين تركيا ومصر وإعادة تشغيل خدمات النقل البحري بين مرسين وميناء مرسين التركي والاسكندرية المصري يعني لا شك أن هذه الزيارة كما ذكرت حضرتك بعد سنوات كبيرة أو سنوات طويلة من القطيعة لها دلالات هامة لها دلالات عمزية تكتسب أهمية كبيرة سواء لدى الجانب التركي أو حتى الجانب المصري يعني كما كانت زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة في فبراير الماضي طبعا العلاقات الثنائية والعلاقات الاقتصادية والارتقاء بهذه العلاقات هذا جانب مهم من الزيارة لكن القضايا الإقليمية التي يشترك البلدان فيها ستكون ضمن محور المحادثات بين الرئيسين في مقدمة هذه القضايا الأوضاع أو الحق في غزة جهود وقف إطلاق النار أيضا من الأمور أو القضايا التي يمكن مناقشتها أيضا بين الجانبين أو بين الرئيسين القضايا الليبية وقضايا شرق البحر الأبيض المتوسط وأيضا الوساطة التركية المستمرة بين الصومال وإثيوبيا وأيضا الأوضاع في السودان الأستاذ زيدان زينكلو مراسل قناة العربية في تركيا بشكرك شكرا جزيلا وبعيدا عن الملف